أعلن العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور عن خطة زمنية متكاملة تشمل عدة مراحل وتنتهي بإكمال إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى المراكز الخاصة والمرخص لها من الإدارة وتتضمن الخطة افتتاح 11 مركزا للفحص الفني للمركبات الخفيفة والثقيلة والدراجات الآلية وفقا لاشتراطات الإدارة العامة للمرور وتحت إشرافها المباشر وأوضح أن إجراءات الإدارة في هذا الصدد شملت تأهيل وتدريب موظفي القطع الخاص بما من شأنه تقديم خدمة الفحص الفني وفق منهجية منضبطة وبكفاءة عالية